وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الوزارات المختصة وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أرخبيل السقطرة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات أو خسائر قد تنجم عن العاصفة المدارية كيارا وشددا على ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد وتفعيل عمل لجان الطوارئ والإغاثة والتركيز على توفير أعلى درجات الحماية للمواطنين لتفادي أي خسائر جراء عصار كيارا واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بمحافظة أرخبيل السقطرة رمزي محروس على خطط الطوارئ والاستعدادات لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالتنسيق مع الوزارات المختصة للتعاطي مع العاصفة المدارية المرتقبة وتقليل خسائرها إلى الحد الأدنى منوها بهذا الخصوص بالجهود المبذولة في اتخاذ إجراءات استباقية قبل اجتياح لأصار كيارا لمحافظة أرخبيل السقطرة كما استمع الدكتور معين عبد الملك لا شرح عن تطورات الوضع الأمني والخدمي في المحافظة وتوفيط الفرصة على أي محاولات للعبث بأمن واستقرار السقطرة والسكينة العامة للمجتمع حيث أكد محافظ سقطرة أن السلطة المحلية والتنفيذية وبالتفاف جميع ابناء سقطرة حريصة على صون الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح إطلاقا لأي عناصر خارجة عن النظام والقانون بالعبث وأكد رئيس الوزراء دعم مساندة الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الرب ومصور هذه رئيس الجمهورية لكل الإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وأمن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل السقطرة مشيدا بما يبديه أبناء سقطرة من تعاون فعالية في دعم إجراءات قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفيط الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن والاستقرار وأشار إلى أن محافظة أرخبيل السقطرة كانت وستظل أنموذجا مشرفا للتعاطي والتعايش مع الاختلافات بروح المسؤولية اشتركوا في القناة